اقوى مجمع سكني تملك حر لجميع الجنسيات في قلب ند الشبا مشروع ند الشبا جاردنز المرحلة الرابعة من المطور الأقاري الحكومي مراسه التابع لدبي القبضة طبعا المميز المشروع هو مجمع سكني متكامل سيكون هناك مدرسة سيكون هناك جامع سيكون هناك حديقة كبيرة جدا اسمها الحديقة المركزية سيكون هناك خدمات مثل أماكن اللعب الخارجية سيكون هناك ملاعب بادل تنس سيكون هناك مدمار للجري ومدمار لسباع العجلات وهيكون هناك أماكن لليوجا وهيكون هناك ملعب كرة قدم وهيكون هناك شوپنج مول أو مركز تسوق صغير بالإضافة إلى كلاب هاوس لكل السكان وهيكون هناك عيادة طبية وهيكون هناك متوفر تاون هاوس من ثلاث غرف نوم وهيكون هناك متوفر فيلات من أربعة وخمسة وست غرف نوم وهذه أول مرة نرى في مشروع ند الشبا الأسعار تبدأ من ثلاثة مليون وتسعمية ألف للتاون هاوس وتمانية مليون ونص لفلا للأربع غرف واحداشر مليون وستمئة ألف للفلا للخمس غرف واربعتاشر مليون وتونمئة ألف للفلا للست غرف مع خط الدفع الثالثة جدا ستين في المية أثناء الإنشاء واربعين في المية عند الاستلام فبراير الفين سبعة وعشرين دلوقتي أخش أوريك المجمع والمجمع سيبقى عامل كيف؟ طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة وإن شاء الله الإطلاق سيبقى يوم تسعة نوفمبر فلازم نقدم طلب اهتمام لكي نقدر نحجز لك واحدة وسيبقى أرقامي تحت للتواصل لا تنساش الاشتراك في الفيديو ولو الفيديو عقبك اعمل لايك وشوك في آخر الفيديو هذا هو موقع ند الشبا كما ترون من منطقة برج خليفة وداونتاون وهيبقى عندك معظم الخدمات ستكون موجودة داخل الكميوريتي كما قلنا قبل كده سيبقى عندك في بعض الريتيل شوپنج سنتر هنا يبقى عندك كلاب هاوس وفي الآخر خالز سيبقى عندك سنترل بارك او الحديقة المركزية ودي سيبقى فيها كل المشاطات سنقول يعني الانترتيمنت سيبقى فيها ملعاب البادل ملعاب التنس سيبقى فيها الكريستل لاجون سيبقى فيها برضو أماكن للعاب الأطفال ملعاب البسكتبول وهيبقى فيه سنترل بارك كبيرة جدا سيبقى نشوف الخدمات الموجودة داخل المجمع كما رأيكم هنا سيبقى فيه المول وكلاب هاوس وهيبقى كل منطقة او كل مرحلة سيبقى فيها الكلاب هاوس سيبقى فيها البول الخاص بها والجوردن الخاص بها وطبعا فيه جنب سنترل بارك او جنب الحديقة المركزية سيبقى عندنا الجامع والمستشفى وهيبقى عندنا الكميونيتي بارك الرئيسية او الكبيرة اللي هي هذه زي ما حاكم شايفين هنا بقى شوية صور للمدخل بتاع الكميونيتي وهنا هنا شكل البحيرة الكريستالية وهنا شكل مدمار الجاري واماكن اليوغا وهنا هنا مطعم عائم على البحيرة وهنا هنا اماكن لعب الاطفال وهنا ملاعب الباذل وملاعب التنس وهنا الكلاب هاوس وهنا الحديقة المركزية وهنا شكل الحديقة المركزية سيبقى في الشتاء والاجواء الحلوة كما رأيكم مثل ماركت زغيرة او بوتز سيبقى هنا مثل امبيثياتر او مسرح يمكن ان يكونوا فيه موفي نايت للسينما وهنا شكل الكلاب هاوس فول واماكن لعب الاطفال يعني مجمع فيه كل الخدمات اللي انت ممكن تبقى محتاجها وهي وهي المستر بلان وهي المرحلة الرابعة ان شاء الله دعنا نتكلم بتفاصيل الوحدات زي ما حضراتكم شايفين دي المرحلة الرابعة هيبقى عندنا التاون هاوس كلهم هيبقوا في الخط ده دول الثلاث غرف وكلما ما بتقرب عن الكريستال لاجون او البول الكوميونيتي هتلاقي الخمس غرف في الربع ده والست غرف هنا خليني نوريها لكم هنا متعلمة اوضح بكتير زي ما انتو شاهفين الست غرف هما اللي متعلم عليهم بالاحمر الغامق ده ودول الكبار واللي جنبهم دول اللي هما هيبقوا الصغيرين اللي بالاكس دول اكبر الوحدات وهيبقى عندنا طبعا التاون هاوس هيبقى عددهم محدود جدا زي محضراتكم شايفين نعلم عليها بالاخضر يعني دول التاون هاوس الثلاث غرف عدد محدود جدا يعني بعد كده عندنا الاربع غرف برضو هيبقوا زي ما انتو شايف اعلمها لكم بنحاول بنفس اللون على قضة محضر يعني اللي هو هيبقى مثلا في برضو طبعا برضو يعني يعتبر اند يونتس مفيش حد في ظهرك والخمس غرف هيبقوا في القدام الحيطة البول والكلوب هاوس فمجمع بوتيك جدا عدد الوحدات في قليل وده اللي بيخليه يعني مميز جدا جدا خلينا نبص على برضو دي صور لل أماكن اللعب للأطفال داخل من الحرارة الرابعة وانا عندك ده البول الخاص بالفيس فور أو مرحلة الرابعة كل الحاجات دي كل دي صور للمرحلة طبعا انت كلما قربت من دول دول الفلال الكبيرة كل دول المستقلة وانا هنا كل ده فلال المستقلة يبصوا على البول والجايدن وهنا ده الشكل الخارجي بالفلال في المستقلة 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 في 6 غرف في ند الشبه ويبقى فيهم برضو أماكن في برايفت بول لهم خالص وده هنا الفلور بلاند ستكلم سبعة ألف أو مية خمسة وعشرين ألف مساحة كبيرة جدا طبعا الفلور بلاند لا أقوم بها بالتفاصيل لو حد يبقى لي على الواتساب ويبقى ان شاء الله التفاصيل دي كلها لكي لا يطول عليكم وسأريكم هذه المساحات لا يجب أن أذهب بتفاصيل كل واحدة لكي لا يطول مدول تاونهاوس ده شكل تاونهاوس طبعا ده الأوليالين جدا لكن في مساحة كبيرة 3300 و جي بلس تو يعني أرضي زائد دورين واللياوت تبتحهم ظريف لديك غرفة للمنزل حمام ديوف وفي الدور الأول لديك وفي الدور الثالث لديك الأخيرة الماستر 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 الظريف جدا وليس موجود نادرا أول ما تجد ثلاث غرف دورين في دبي ومدامنا نريكم الفلال الخاص في المنزل تبتح لديه وبالنزل في دور دور ماستر ونسويت شارد لديك غرفة انسويت و اثنين مشتركين في الحمام الزريفة جدا مساحات كبيرة بطلنا نشوفها في المشاريع الجديدة وهذا الاند يونت لجي بلس وون تاون هاوس برضو نفس الفكرة ان انت فوق عندك حاجة اسمها فاملي روم اثنين بدروم مشوارين الحمام و واحدة انسويت فاملي روم دي يمكن ان تقفلها و تبقى مكان اللعب الأطفال الاطلاق سيبقى يوم 9 نوفمبر و هذه خطة الدفع 5% الحجز 5% في ديسمبر 10% ابريل 5 اغسطس 5 في نوفمبر 5 في فبراير 25 خمسات 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 لغاية 40% عند الاستلام 2027 و هذه الاسعار كما تكلمنا عليها في اول فيديو 3.9 8.5 11.6 14.8 هذه كانت تخطية سريعة للمشروع ند الشيبا جوردنز لو محتاج اي معلومات تانية او حاب تحجز في المشروع هسيب اركامي تحت للتواصل كان معكم محمد زان الشريع قريب دبي اشتركوا في القناة